السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الحلقة من الملتقى سنتحدث عن موضوع هام سنتحدث عن حفظ اللسان والبعد التام عن النميمة وعن الغيبة وعن كل ما يؤذي النفس ويؤذي الآخرين نبدأ بقول الحق عز وجل وقوله للناس حسنة هذا القول الطيب لا بد أن يتحلى به المسلم في كل أمور حياته وأن يبعد عن كل ما يضر الآخرين من نقل أو ترويج للشائعات أو النقل الكذب للأمور الكثيرة جدا في حياته بما يؤذي النفس ويؤذي الآخرين هناك حديث للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا هو الحديث الصحيح الذي لا يبد أن يتحلى به كل إنسان في حياته اليومية وأن يبعد كل البعد عن الغيبة وعن النميمة أتشرف في هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وأيضا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف أهلا بحضرتكم بكل عام وحضرتكم بألف خير دكتور هاني اسمح لي أبدأ مع حضرتك في البداية ونتحدث عن هذه الفضيلة التامة التي لا بد أن يتحلى بها كل مسلم وهي فضيلة حفظ اللسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد فأهلا وسهلا بحضرتكم وكل عام وأنتم بخير اختص الله سبحانه وتعالى الإنسان بجملة من النعم والخصائص التي فضله بها على سائر خلقه ومن هذه النعم التي اختص الله سبحانه وتعالى بها الإنسان هي نعمة اللسان اللسان هو الحاجة التي ربنا سبحانه وتعالى ميز بها الإنسان عن غيره من بقية المخلوقات وجعل الله سبحانه وتعالى اللسان للإنسان ليعبر به عما في داخله فأي معنى يدور في نفس الإنسان وفي باطن الإنسان يريد أن يعبر به يخرجه عن طريق لسانه لذلك لا بد من مراعاة هذه النعمة وعدم الخوض بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وأن يحرص الإنسان على لسانه وأن يتخير الفاضه وأن يتخير كلماته وأن يتخير أقواله وأن يقول للناس حسنى كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنى اللسان نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه النعمة لأنه باختصار شديد مؤاخذ بكل ما ينطق به ومحاسب عليه كل واحد هيتحاسب على أي كلمة بتخرج منه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فلذلك لا بد أن تنضبط الألفاظ وأن تنضبط الأقوال التي ينطق بها اللسان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم أو لما تحدث عن مجادلة المسلم مع غير المسلم مثلا قال وجادلهم بالتي هي أحسن يعني الإنسان المسلم مطالب بضبط ألفاظه وبضبط أقواله حتى لو تكلم مع غير المسلم وجادلهم بالتي هي أحسن لم يقل بالتي هي حسن هناك حسن وهناك أحسن لكن تخير أحسن وأرشق وألوى وألطف وأجمل العبارات عندما تتحدث بها مع غيرك من غير المسلمين يبقى من باب أولى إذا تحدثت مع المسلم فمن باب أولى أن تتخير أحسن وأفضل الألفاظ وجادلهم بالتي هي أحسن وسيدنا النبي في الحديث النبوي الشريف برضو بيحذرنا من عدم الخوض باللسان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وتخير أحسن وأفضل وألطف العبارات في أثناء التحدث مع الناس فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المطلوب وكأن من علامات الإيمان الكامل المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخير الإنسان من الألفاظ أحسنها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يريده الله سبحانه وتعالى فليقل خيرا أو ليصمت يعني تخير أحسن وأفضل وأخير الألفاظ عندما تتحدث مع غيرك طيب مش قادر تتخير أحسن الألفاظ ولسانك ممكن يعني ينطق بكلمة سوء يبقى الأولى والأحسن والأخير لك في هذه الحالة أن تصمت أن تسكت لا تتكلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن الكلمة التي ينطق بها الإنسان ربما تكون السببا في نجاته وربما تكون السببا في هلاكه والعياذ بالله فيقول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يعني لا يهتم بها مجرد كلمة لطيفة جميلة نطق بها لسان هذا الشخص ولم يهتم بها لكنها كانت كلمة حق وكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى قال يكتب له بها الجنة بكلمة لطيفة جميلة خيرة قد تكون السببا في دخولك الجنة طيب على العكس وعلى المقابل وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا يعني تكلم بكلمة سوء وفي نفس الوقت لم يهتم بها ولم يراعي لسانه عندما نطق بهذه الكلمة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا والعياذ بالله لأن الكلمة أمانة بكلمة واحدة تدخل دين الله سبحانه وتعالى وبكلمة واحدة تخرج من دين الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة تحل الزوجة لزوجها وبكلمة واحدة تحرم الزوجة على زوجها إذن اللسان نعمة عظيمة وفي نفس الوقت نعمة لها خطورة كبيرة ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه النعمة وأن يراعي الله سبحانه وتعالى فيها في الحديث الشريف سيدنا معاذ بن جبل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أَوَنَحْنُ مُؤَخَذُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَةُ يعني إحنا هنتحاسب على كل حاجة بنقولها بالسنة يعني ظن سيدنا معاذ إن الأمر هين مجرد الكلام اللي إحنا بنقوله ده أمر سهل ما فيش مشكلة أَوَنَحْنُ مُؤَخَذُونَ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قال صلى الله عليه وسلم ثاكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم يعني السبب الرئيس والسبب القوي والسبب الأساسي في دخول الناس النار هو اللسان وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم يبأ إذن اللسان له خطورته ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه وأن لا ينطق إلا بخير يحفظ الإنسان لسانه من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عدة أمور من هذه الأمور التي ينبغي أن نحطاط فيها الغيبة والنميمة ودى للأسف الشديد أصبح من الأمراض المنتشرة والمتفشية في مجتمعاتنا بكثرة وأصبحت هذه الأمور من الأمور السهلة عند الناس التي يتناولها الناس في مجالسهم وفي حياتهم بكل أريحية وبكل سهولة ويسر وكأن الموضوع يعني سهل وهين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ربنا بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تحذير شنيع من الله سبحانه وتعالى للإنسان من الوقوع في الغيبة الغيبة التي هي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاسترهلنا قال ذكرك أخاك بما يكره إننا أقول كلام على شخص وهذا الشخص يكره هذا الكلام فأحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول يعنينا لو أنا بصف الشخص ده وبقول على الشخص ده مثلا إنه بخيل أو إنه كذا أو كذا أو كذا والصفات دي فعلا موجودة فيه أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني مجرد إننا أوصف شخص قدامي دون حاجة إلى هذا التوصيف لإن في بعض الأمور يجوز فيها الغيبة من ضمنها مثلا رد المظالم فأنا دلوقتي ليست هناك حاجة وليس هناك سبب قوي وليس هناك عذر وليست هناك ضرورة تستدعي إننا أوصف الشخص ده بالصفات القبيحة فيه أو إننا نتكلم عنه كلام مش كويس يبدا صارت هذه غيبة ونآخذ عليها عند الله سبحانه وتعالى إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وسيد النبي هنا عايز يضبط المجتمعات ويضبط ألسنة الناس مش لمجرد إن الشخص فيه صفة قبيحة أو صفة مش كويسة فده يعطيني الحق أن أخوض في عرضه أو أن أتكلم فيه بما لا يليق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يرون العبادة في الصلاة والصوم والزكاة في حسب وإنما كانوا يرون العبادة الحقيقية في الكف عن أعراض الناس وده ملحظ مهم جدا لازم ناخد بالنا منه إن الدين بتاعنا يا جماعة مش مجرد صلاة وزكاة وصوم وحج المفترض إن العبادات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا واللي أمرنا نعملها المفترض إن العبادات دي لها ثمرات الثمرات دي باختصار شديد هي النتائج التي تعمل على ضبط سلوكياتنا وضبط أخلاقياتنا إننا بصلي عشان سلوكي ينضبط أخلاقي تنضبط وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالأصل إن كل عبادة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في غاية من وراء هذه العبادة في مقصد في هدف فلازم تكون عيني على العبادة والعين التانية على الهدف والمقصد ليس الغرض من الصلاة إننا أركع وأسجد وأقرأ وخلاص أو ليس الغرض من الصيام إننا أمتنع عن الطعام وعن الشراب من الفجر إلى المغرب وخلاص لا عين بتكون على العبادة وعين بتكون على الهدف المقصد الغاية ربنا ليه فرض علي الصيام ليه فرض علي الزكاة ليه فرض علي الصلاة ليه فرض علي الحج فرض علي عشان نضبط أخلاقيتنا ونصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق فكل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يضبط أخلاقنا إنه يحسن أخلاقنا وبالتالي لو أنا صليت أو صمت أو زكيت أو حجيت وعملت كل شيء ولم أضبط أخلاقي وسلوكياتي يبقى العبادات كلها لا ثمرة فيها ولا فائدة منها فهنا كل العبادات المفترض إنه هي بتطبق أخلاقيتنا وسلوكيتنا فهنا ما ينفعش إن أنا أصلي أو أصوم أو كذا وأغتاب الناس حتى لو كان في الناس أو في الشخص ده الصفة اللي أنا أتكلم بيها برضو ممنوع ممنوع لإنه ما فيش حد فينا خالي من العيوب ما فيش حد فينا خالي من الأخطاء إحنا مش معصومين زي سيدنا النبي سيدنا النبي هو المعصوم فقط كلنا نعمل الأخطاء كلنا نعمل الذنوب فهذا ينبغي للإنسان أن يراعيه في ذهنه وفي قلبه وفي عقله إن الشخص اللي قدامك مهما كانت فيه صفات قبيحة أو صفات مش كويسة ده لا يعطيني الحق إن أنا أغتابه أو أقع في عردة كذلك النميمة النميمة هي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم إننا أحد الناس تكلم عن أحد الناس الآخرين فنخدت الكلام ده ورحت نقلته بقصد الإفساد وبغرض الإفساد بين الناس كل دي قبائح الشرع الشريف حذرنا منها ونهانا عنها عشان المجتمع ينصلح والمجتمع يستقيم ولا يخض أحد في عرض أحد دي العبادة الحقيقية إن كل واحد فينا يكف عن الوقوع في أعراض الناس ده حتى يعني يحضرني الآن كلمة للإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه لما قال إن إدخال الهم على قلب أحد من الناس لا يعادله جميع ما عندنا ولو كنا دفعناه إليه فانشوف كلام الأكابر وكلام الصالحين وكيف كانوا يضبطون حياتهم على منهج الله وعلى منهج رسول الله يقول إننا لو أنا كنت سبب في مرة من المرات إننا دخل هم أو غم على قلب أحد من الناس إننا اغتبت أو إننا نقلت كلام بينه وبين واحد فأوقعتهم في مشاكل مع بعضهم لمجرد إننا أدخل هم أو حزن على قلب أحد من الناس هذا لا يعادله جميع ما عندنا ولو كنا دفعناه لي يعني ده ما يعادلش كل الفلوس اللي عندي حتى لو رحت دفعته له هنا لازم المجتمعات تنضبط والمجتمعات لن تنضبط الانضباط الكامل المطلوب إلا بضبط اللسان لأن اللسان هو أساس المشاكل كلها لأن اللسان ده هو اللي هيدخل الإنسان النار زي ما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو هيدخل الإنسان الجنة عشان كده لازم نحفظ ألسنتنا من الوقوع في الغيبة والنميمة وأعراض الناس وأن نكف أذان عن الناس قدر الإمكان أحد الصحابة بيسأل النبي يا رسول الله من نجاه كيف ننجو من الله سبحانه وتعالى فسيدنا النبي عطره لك في أول حاجة قال أمسك عليك لسانك يعني اضبط لسانك لا تتكلم إلا بخير إياك أن تخوض في أعراض الناس إياك أن تغتاب الناس إياك أن تمشي بالنميمة بين الناس أمسك عليك لسانك وليسع كبيتك يعني ارضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا ولكن انظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدين أمسك عليك لسانك وليسع كبيتك وابكي على خطيئتك هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهنا إلى عملية ضبط السلوك والسبب الأساسي في النجاة من الله سبحانه وتعالى هو عملية ضبط اللسان في المقابل أنت مطالب وكلنا مطالبين أن نحن نحفظ ألسنتنا من الوقوع في القبائح ومن الوقوع في الرذائل على العكس لازم ننمي اللسان بما يصلح له في دنياه وفي أخرى وبما يعود على الإنسان بالنفع في دنياه وفي أخرى فهنا نبتعد عن كل هذه الأمور القبيحة وهذه الأمور الشنيعة وفي نفس الوقت نحسن ألسنتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا أن ننطق بذكر الله أن نعود ألسنتنا ذكر الله سبحانه وتعالى بدل من عود ألسنتنا القبائح والغيبة والنميمة والشتم والسبب وكل هذه الأمور الإنسان الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يحافظ بهذا الذكر على هذه النعمة العظيمة ده أول شيء الشيء الثاني إنه هو بيكون مذكور عند الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم كفى للإنسان شرفاً وفخراً وكرماً وتقديراً وإعظاماً أن يذكر عند الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وفي الحديث إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني إذا ذكرت ربنا بينك وبنفسك فأنت مذكور عند الله سبحانه وتعالى وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ وفي جماعة أو في مجموعة فأنت مذكور في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى عشان كده سيدنا النبي وجهنا للموضوع ده وحفزنا عليه تحفيز كبير جداً ووضح لنا إن عبادة الذكر وأن يزال لسانك رطباً بذكر الله هذا من أعظم الحاجات اللي ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم شوف التدرج هنا وشوف الأعمال دي كل عمل من دول كفيل أنه يدخل الإنسان الجنة كل عمل من دول كفيل أن يخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ومع ذلك سيدنا النبي جمعهم لك في حديث واحد ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا العدو وعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم يعني بيتحدث عن الجهاد قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله سبحانه وتعالى مجرد أنك أنت تداوم على ذكر الله وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ده أعظم عند ربنا من أي عمل تاني وده العمل اللي بيرفعك عند ربنا وبيزكيك وبيطهرك عند الله سبحانه وتعالى فنحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى نحافظ على قراءة القرآن لا ننطق إلا إلا بخير نعلم علم اليقين أننا مؤاخذون على كل ما تنطق به ألسنتنا وأن الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الكلمة الطيبة إن شاء الله تكون سببا في نجاتنا ودخولنا الجنة على العكس الكلمة الخبيثة تكون سببا في هلاكنا ودخول النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وأن يحلي ألسنتنا بذكره إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وفتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام والحقيقة فضيلة الدكتور هاني تمام تحدث في مجموعة من النقاط الهامة جدا أول هذه النقاط خلق أو فضيلة حفظ اللفسان وأيضا خطورة الغيبة والنميمة وأيضا العبادة الحقيقية هي الكف عن أذى الناس ومن ثمرات العبادة حفظ اللسان والبعد عن كل ما يؤذي النفس ويؤذي الآخرين وأيضا لا بد من تنمية لللسان بذكر الله عز وجل والبعد عن الغيبة والنميمة أنتقل بسؤالي لفضيلة الدكتور محمد النصار والسؤال يتضمن محور هام تحدث فيه فضيلة الدكتور هاني تمام وهي التهاون من الغيبة والنميمة أو عدم الاكتراس بحفظ اللسان وعدم الاهتمام بهذا الذنب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إن الإسلام الذي ننتمي إليه جميعا نراه في مجال التربية والتكوين يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قيل وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يقول المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم والحقيقة معروف مشطهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل إتمام من مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولكن العلماء ها هنا علماء الأخلاق أو علماء فلسفة الأخلاق قالوا هل الأخلاق مكتسبة أم أنها فطرية يعني هل يمكن للخلق الزميم أن يتغير أم أن الزميم يبقى زميما كما هو والحقيقة أن المدرسة الصالحة لهذا الموضوع هي التي قالت بأن الأخلاق كما هي فطرية إنها مكتسبة لأن بعض الناس يقولون يعني هذه طبائعنا وهذه غريزتنا وهذه جبلتنا ولا يمكن أن تتغير أبدا وهذا وهم كبير لأنه إذا قيل بهذا معنى ذلك أننا نبطل البعثة أو الغرض من بعثة الرسل أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حسنوا أخلاقكم إذن الأخلاق قابلة للتغيير وقابلة للتحسين وقابلة للتبديل وهذا هو الغرض الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو سالح الأخلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج القرآن في الإصلاح والتغيير وخاصة فيما يتعلق باللسان وخطورة الكلمة على السواء كان واضحا في هذا وصريحا إذا قلنا أن منهج الإسلام في التربية كما أراد الله تبارك وتعالى قد تعدد إلى عدة أمور فنرى من بين هذا مثلا التربية بالقدوة والتربية بالأسوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوتنا وأسوتنا في ذلك فلم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلفظ بكلمة جرحت أحدا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة أسأت إلى أحد بل كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم السمت الصالح ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم وهو الهادي البشير النذير الذي وجه البشرية كلها صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى القول الحسن وإلى الثناء الحسن وإلى القول الجميل وإلى الكلم الطيب صلى الله عليه وسلم وعندنا أيضا إذا قلنا أن التربية تكون بضرب المثال وكما هو مصرح في القرآن الكريم يمكن الأمثال عندنا في القرآن الكريم تنقسم إلى نوعين أو إلى قسمين أمثال مصرحة وأمثال كامنة فإن الحديث عندما كان عن اللسان وخطورة الكلمة جاء المثل على النحو المصرح قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرؤها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وفي المقابل وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرؤها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أيضا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا في مجال التربية على الأخلاق العالية نطقا وسلوكا القدوة والأسوى وفن المحاكاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لما وجد امرأة تقول لصبي تعالى سأعطيق شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ماذا أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو لم تعطيه شيئا لحسبت عليك كذبة إذن النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية يعلمنا كيف ننشئ هذا النش الطيب من الأولاد الصغار على مكارم الأخلاق وعلى حفظ اللسان وعلى قول الحق وعلى قول الصدق لأن هذا هو النافع في دنيانا وفي آخرتنا نجد أيضا من منهج القرآن الكريم في الأخلاق وفي التربية نجد أيضا التربية بضرب المثال والتربية بالقصة وهذا موجود في كثير من القرآن الكريم ولأدل على ذلك مثلا من قصة الإفك المشهورة في التاريخ الإسلامي التي كانت في غزوة المريسية هذه الحادثة التي دائما أقول أن بسببها كاد بيت النبوة أن يتصدع لأنها أحدثت شرخا كبيرا في النفوس وأحدثت شرخا كبيرا في المجتمع المسلم آنذاك بسبب كلمة واحدة قالها رجل غير مسؤول رجل اشتهر بنفاقه وبكذبه وبخداعه عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى السيدة عائشة رضي الله عنها وقد قفلت من الغزوة مع رجل يسمى بصفوان السلمي فقال كلمة واحدة لكن استشرت في المجتمع وجعل الناس يرددونها وكانت سببا في أن يتخاصم الناس وتخاصم المسلمون جميعا ما بين المهاجرين والأنصار حتى داخل البيت النبوي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ما نجى منه ولا نجت منه كلمة واحدة قالها هذا الرجل كاد بيت النبوة فيها أن يتصدع لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أرى من ملاطفته صلى الله عليه وسلم فلم أعد أرى ما كنت آراه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليها يقول كيف تيكم يعني كيف أنتم ويسكت صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أرادت أن تعقد له اختبارا هل حالته هذه تغيرت بالفعل أم أن النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي فقالت يا رسول الله أتسمح لي في أن أمرد في بيت أبي وأمي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها كانت تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لها لا وأن يكف عن خروجها وأن يلاطفها ويمازحها كما كانت عادته من قبل وإن كان هناك بعدا طربويا من هذا التصرف النبوي لأنه حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعبأ بما يقال من حوله صلى الله عليه وسلم أيضا في المجتمع المسلم وجدنا المهاجرين والأنصار وقد وقع بينهم شقاك كبير لما قام سيد الأوس مع الخزرج بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وأحدهم يتهم الآخر ويقول أنت منافق تدافع المنافقين والحقيقة الواحد منه عندما يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد موقفا كبيرا تأزم له النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من حادثة الإفق الله سبحانه وتعالى أراد أن يرب المجتمع المسلم على الكلمة الطيبة وعلى الكلمة الغالية وأن لا تخرج إلا في مظنها الصحيح لو لا استمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا لو لا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أبو أيوب الأنصاري لما سأل زوجته ما تقولين فيما يقال عن عائشة رضي الله عنها فقالت والله لا أعرف عن عائشة إلا خيرا فقال صلى الله عليه وسلم أو فقال أبو أيوب الأنصاري هي خير منك عائشة خير منك إذن نزلت هذه الآية لو لا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ونحن عندما ننظر في آيات القرآن الكريم نرى أن سورة كاملة يمكن أن يطلق عليها بل يطلق عليها بالفعل هذا المصطلح وهي سورة الآداب سورة الحجرات التي تكلمت عن الآداب الخاصة والآداب العامة الآداب الخاصة التي تتعلق بالآداب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والآداب العامة التي تتعلق بعامة المؤمنين نرى فيها خمس نداءات موجودة في هذه الصورة بقولة يا أيها الذين أمنوا والعجيب عندما تنظر إلى هذه الصورة التي تعرف بصورة الآداب هذه الصورة تلمح فيها أن الله تبارك وتعالى قد ربط بين هذه الآداب وبين الكلمة لماذا؟ يعني كما قيل وكما استمعنا منذ قليل من فضيلة الدكتور وهو يقول أن من خلقة الله تبارك وتعالى يعني أن جعلنا لسانا نعبر به عما نقول يعني كان سوقرات قديما يقول تكلم حتى أراك الكلام هو المعبر عن جوهر الإنسان الكلام هو المعبر عن ما في داخل الإنسان الكلام هو المعبر عن عقل الإنسان ولذلك جميع الأعضاء ترتبط بهذا اللسان وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم ينشق فجره إلا وتنادي الأعضاء على اللسان اتقل لها فينا إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وأنا ألمح ملمحن عجيبا عندما ننظر إلى بنيان الإنسان الخارجي ترى أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه من كل شيئين اثنين يعني الإيد تلقيها اثنين العين تلقيها اثنين الفم ستلقيها شفتين ستلقي فكين ستلقي إيدين ستلقي رجلين ستلقي عينين ستلقي حاجبين ستلقي خدين لكن أعطانا الله تبارك وتعالى لسانا واحدا ومع ذلك أوردنا الموارد والمهالك فكيف لو أعطانا الله تبارك وتعالى لسانين ماذا سيكون حال المسلمين مع هذا السلاح الخطير الذي أعطانا الله تبارك وتعالى إياه عندما تلمح في هذه الصورة المباركة أو تقرأ وتمعن النظر في هذه الصورة المباركة تلمح جملة من الآداب أراد الله تبارك وتعالى أن ينادي بها الأمة جميعا أن يلتزموا هذه الآداب لعل في مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم حتى وإن كان هذا الأدب خاص بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإن المعنى المراد منه أن لا تتقدموا بقول أو فعل أمام قول قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنداء الذي بعده كذلك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كل هذه آداب تتعلق باللسان لا ترفعوا وكيف يكون الرفع إلا بالصوت وإلا بالكلاب ولا تجهروا له بالقول أي لا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم هو نبينا فلا يجوز أن نذكر اسمه هكذا مجردا من صفة النبوة ولا من صفة الرسالة كذلك من نفظة سيدنا فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حتى إن العلماء قد ذكروا في سبب نجول هذه الآية حادثة تتعلق بكلمة قالها سيدنا أبو بكر وكلمة قالها سيدنا عمر بن الخطاب لما أقبل وفد بني تميم قال صلى الله عليه وسلم نرسل من يستقبل هذا الوفد فقال سيدنا أبو بكر الصديق يا رسول الله أمر القعقاع بن عمر قال عمر بل الأقرع بن حابس فنظر سيدنا أبو بكر إلى سيدنا عمر وقال له ما أردت إلا خلافي يا عمر قال ما أردت خلافك قالوا فتماريا فارتفعت أصواتهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي هنا المقام مقام تعليم وتأديب لا يعد هذا يعني سوء أدب من الصحابة ردوان الله عليه بدليل أن سيدنا أبو بكر بعدها مباشرة قال والله ما كلمت رسول الله بعدها إلا كأخ السرار يعني كأن أخوي أسره بسر وعمر رضي الله عنه يقول ما كلمت رسول الله بعدها إلا همسة أهمسله والنبي يقول له عل صوتك أنا لا أسمعك يا عمر فيقول سيدنا عمر فأخاف أن أعلي من صوتي حتى لا أكون ممن قال الله فيهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عندما ننتقل من جملة هذه الآداب الخاصة إلى جملة هذه الآداب العامة التي أتت بعدها نجد كذلك أن هذه الآداب أو جملة هذه الآداب كلها تتعلق باللسان كلها تتعلق بالكلمة وخطورة الكلمة من قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذه الكارثة الكبيرة الموجودة في المجتمع الآن عندما ننقل الشائعات وننقل الأخبار كذبا وزورا وبهتانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة أو في المنتديات أو في الأماكن التي يكتمع فيها الناس دون أن نتروى ودون أن نتأكد من صحة الأخبار هذه مصيبة كارثة الله تبارك وتعالى قد أعقب بعدها بقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله الله بيّن أن رسولنا صلى الله عليه وسلم موجود فينا موجود بسنته صلى الله عليه وسلم موجود بأخلاقه وسيرته وأسوته وقدوته صلى الله عليه وسلم نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف تكون الأخلاق وكيف يكون التعامل مع هذه الشائعات ثم نرى النداء الذي بعده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ثم يأتي النداء الذي بعده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يعني الواحد منا لا يحب أن يأكل لحم أخيه حيا فضلا عن أن يأكل لحم أخيه ميتا فكل ما نرجوه ونحن يعني في هذه الأيام أن نربي أولادنا وأن نربي صغارنا وأن نربي أنفسنا على يعني هذه الأخلاق العالية في الكلام وفي حفظ اللسان لأن هذه الآلة العقيبة أعطانا الله تبارك وتعالى لينتفع بها المجتمع لا ليفسد بها المجتمع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فتح الله عليكم فضيلة الدكتور محمد نصار والحقيقة سؤالي القادم لفضيلة الدكتور هاني تمام والاختلاف في الرؤى والاختلاف في العصر وفي الواقع وظهور أشكال وأنواع أخرى من نقل الكلام سواء كان هذا بشكل مرئي أو بشكل مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يحمل رؤية أخرى تتعلق به نقل الشائعات والترويج لهذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ونجد حالة من حالات الجدل الشديد وحالة من حالات إيجاد مساحات كبيرة جدا من الإساءة للأوطان والإساءة للمقدرات وللإساءة بكل ما هو ثابت حفظ اللسان دكتور هاني تمام يرتبط ارتباط مباشر ومؤثر أيضا بحفظ الأوطان نعم هو في الحقيقة أصبحنا الآن نعيش في حالة معينة من نشر الشائعات في المجتمعات الغرض منها في بعض الأحيان بيكون عن قصد هو تدمير الأوطان وزعزعة استقرار الأوطان وأحيانا حتى بيكون في زعزعة استقرار حب الأوطان في قلوب الناس نحن بنحاول أو بعض الناس بيحاولوا عشان يوأعوا البلد أو يوأعوا الأوطان أنهم يقللوا من قيمة البلد ومن قيمة الوطن في نفوس أبنائه وفي الحقيقة من الأسلحة الخطيرة جدا التي يستخدمها الأعداء الآن في هدم البلاد والأوطان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الموضوع هذا تحذير شديد فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية أخرى المسلم من سلم الناس من لسانه ويده يعني المسلم الحقيقي الذي يكون على درجة عالية من الدين الصحيح لن يكون بهذه الدرجة إلا إذا سلم الناس من لسانه ويده يعني إذا الناس سلمت من لسانه لا تخط في عرض أحد ولا تتكلم عن أحد ولا تنشر الشائعات ولا تقلل من قيمة الآخرين ولا تحتقر الآخرين ولا تقلل من قيمة الأوطان ومن قيمة البلاد لأنك إن فعلت ذلك فينطبق عليك الحديث إذن أنت لست مسلما حقيقيا كما ينبغي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم من سلم الناس عموما من شرط المسلم أحيانا بعض الناس بيروجوا إشاعات على غير المسلمين العيشين معنا في البلد وفي الوطن بحجة ضرب البلد في بعضها وإحداث فتنة بين المجتمع أنت كمسلم مطالب بإمساك لسانك عن المسلم وغير المسلم ولا تسمح لأي أحد يخوض في بلدك أو في وطنك مهما كان لأن الحب الوطن والانتماء إلى الوطن والدفاع عن الوطن بكل ما تملك سواء بالقول أو بالفعل أو حتى بالقلم كل ده من الدين بعض الناس للأسف أستاذنا الجليل بيفصلوا بين الدين والدولة يهمون الشباب بأن الدولة منفصلة عن الدين وحبك للدين وتدينك والتزامك بالدين يستلزم منه أو يلزم منه أنك أنت تكون ضد دولتك وبالتالي بعض الناس ممكن تسمع شتيمة أو سب على دولتها أو وطنها عادي ولا كان في أي مشكلة خالص طالما مش في الدين أو طالما الكلام أو بعيد عن الدين خلاص لا الدين والدولة اللي اتنين مرتبطين ببعض لأن اللي علمنا كده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه جاء أعلق كده على حديث لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إن سيدنا أنس بيقول كان النبي إذا قدم المدينة من سفر أوضح ناقته يعني لما سيدنا النبي يكون قادم من سفر ويشوف الحيطان بتاع المدينة فيحرك الناقة أو الحصان أو الدبل لركبها شوقا إلى المدينة المنورة فييجي الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه يعلق على هذا الحديث ويقول وفي هذا الحديث دليل على فضل المدينة في المقام الأول وعلى مشروعية حب الأوطان فهنا حب الوطن أمر مشروع مشروع يعني أمر ديني وبالتالي كراهية الأوطان والعمل على زعزعة استقرار الأوطان ونشر الشائعات والقبائح في الأوطان والتقليل من قيمة الوطن في قلوب الناس هذا أمر مخالف مخالفة صريحة للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عبدالل الصلاة والسلام فضلتك تحدثنا في هذا الأمر فيه شؤون عدة عن حفظ اللسان ومكارم حفظ اللسان ولكن هل نبدأ بجدول معين هل نبدأ بأسلوب معين حتى نعود اللسان على ذكر الله عز وجل وأن يحفظ اللسان الغيبة والنميمة ولا يدخل في أمور تغضب رب العزة هل هناك أمور لا بد أن يأخذ بها المسلم بالاعتبار وأن يبدأ بها حتى يبدأ بداية حقيقية أو بداية صحية نعم أول بداية وأول شيء أن كل واحد فينا يعرف أنه هو مؤاخذ بما ينطق به زي ما قلنا أو زي ما ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يبقى أنا كل يوم كده أصحى فيه أصحى الصبح أتذكر هذه الآية أن كل كلاما هقوله النهاردة أنا محاسب عليه كل لفظ هنطق به محاسب عليه الأمر الثاني أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عودنا أن نعود اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال مثلا عندنا حاجة اسمها أذكار الصباح والمساء من خلال مثلا عندنا أذكار وأوراد معينة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سيدنا النبي بنفسه كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وكان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه يعني سيدنا النبي إذا قام ذكر الله وإذا جلس ذكر الله وإذا أراد النوم ذكر الله وإذا استيقظ ذكر الله وإذا أراد الأكل أو الطعام أو شرب ذكر الله وإذا انتهى ذكر الله فهنا نربط ذكر الله سبحانه وتعالى بكل عمل بنؤم به سيدنا نبي في الحديث مثلا يقول لنا كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية أو بالحمد لله وفي رواية أو بذكر الله عموما فهو أبتر كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر يعني أي أمر حضرتك بتهتم به لما تجي تبدأ تشتغل فيه ابدأ الأول بذكر الله قل سبحان الله قل بسم الله قل الحمد لله قل أي ذكر الله سبحانه وتعالى طب إذا ما عملتش كده قال كل أمر ذيبان لا يبدأ بالذكر الله فهو أبتر أبتر يعني قليل البركة يعني هذا العمل اللي أنت حضرتك بتعمله إذا بدأت بغير ذكر الله فتأكد أنه قليل البركة في المقابل إذا بدأت عملك بذكر الله سبحانه وتعالى فتأكد أن عملك ده يكون فيه البركة فنعود نفسنا على كده إن كل عمل بنعمله لو وبدأناه بذكر الله سبحانه وتعالى يكون فيه الخير والبركة إن شاء الله فنعود نفسنا على أذكار الصباح والمساء على الاستغفار قدر الإمكان سيدنا النبي بجلال قدري يقول إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة يبقى أنا بعمل لنفسي وردي ثابت يوميا من الاستغفار وردي ثابت يوميا من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وردي ثابت من قراءة القرآن ولو جزء أو نصف جزء أو ربع حسب ما يتيسر لي لو أنا جدولت يومي كده وعارف إن أنا فيه متطلبات لازم أقوم بيها وعارف إن فيه حاجات لازم أقوم بيها من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن في المقابل أنا بضبط لساني وبحاول إن أنا أحفظ لساني عن الوقوع في أعراض الناس والكف عن ذلك عدم الغيبة عدم النميمة اليوم بتاعي يعدي إن شاء الله ما فيش أي مشكلة ومرة على مرة يوم بعد يوم أبدأ أعود نفسي أبدأ أعود لساني على ذكر الله سبحانه وتعالى وأبدأ أعود لساني على عدم الخوض في أعراض الناس وأبدأ أعود وداني على عدم السماح لأي حد أنه يغتاب حد أدامي أو يسب حد أدامي أو يشتب حد أدامي بذلك تنضبط السلوكيات والأخلاقيات شكرك فضيلة الدكتور هاني تمام وأنتقل بسؤالي للدكتور محمد نصار وهو سؤال معاصر في هذا الوقت يعني عندما يمسك الإنسان لسانه وعندما يحفظ لسانه يتهم بأنه يعني إنسان غير اجتماعي غير مرح لا يتمتع بشخصية مرنة مرحة ويأخذ ويعطي مع الناس هناك مجالس تسمى مجالس النميمة وهي أصبحت من المجالس التي بدل ما يذكر فيها اسم الله عز وجل يذكر فيها سير الناس ويخوضون في أعراض الناس كيف ننبه وكيف نؤكد على خطورة هذا الأمر وهذا الشأن الذي يضر بالنفس وبالآخرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعني الحقيقة يعني عندنا حديث شريف يمكن الإمام بن رقب الحنبلي رحمه الله تعالى جعله ختاما لكتابه الطيب الموسوم بجامع العلوم والحكم وهو حديث سيدنا عبد الله بن بصر رضي الله عنه وارضاه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شعائر الإسلام كتكثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل هنا عندما يرتبط اللسان بذكر الله تبارك وتعالى تراه يحجبه عن كل نقيصة وكل زميمة عن كل نقيصة وعن كل زميمة وأنا أتذكر أيضا ما قاله الإمام الشفعي مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الذي ذكرت لما قال يعني ضحكته قالوا ألا تحتشم ساكدته قالوا بدى ما كتم إلى غير ذلك مما يقال الناس لا يطركون يعني الناس وشأنهم وإنما يعني إن سكتوا لم يعجبهم هذا السكوت وإذا تكلمه لم يعجبهم هذا الكلام والإنسان إن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل وعليه أن يشغل نفسه بالحق أن يشغل نفسه بالذكر وأن يشغل نفسه بعبادة الله تبارك وتعالى على النحو المبين والمفسر في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في مجلس يعني وجدنا فيه خروجا عن المألوف فعليه أن يتأدب بأدب الإسلام وأن يرتبط بأخلاق الإسلام وأن لا يتكلم إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى وأن لا يعني يعني يذهب إلى ما يذهب إليه الناس من الغيبة والنميمة وغير ذلك من هذه الأمور أما بالنسبة لمسألة المزاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم بكل خير في أثناء هذا المزاح حتى قيل صلى الله عليه وسلم وبوابوا لذلك أبوابا كان صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا لما أتتهم رأة فتشكوا زوجها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها فقال صلى الله عليه وسلم أزوجك الذي في عينه بياض يعني تقصدين زوجك الذي في عينه بياض وأي من لا يوجد في عينه بياض فابتسبت المرأة ولما جاءت أخرى وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تدخل امرأة عجوز الجنة فقالت كيف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء فجعلناهن أبكارا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وإذا تكلم تكلم بلغة الصدق وإذا مازح صلى الله عليه وسلم كان يمزح صدقا لكن الذي يريد أن يلبس على الناس وأن يجعل الكذب والخروج عن الأخلاق هو المبدأ بحكم أن هذه الفرفاشة وهو هذا الطبيعي يعني هذا يريد أن يضل الناس وأن يخرجهم عن منطق العقل ومنطوق العلم ومنطوق الأخلاق والقيم التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نشكر فضيلة الدكتور محمد نصار ونختم بكلمة من فضيلة الدكتور هاني تمام كل واحد فينا بقدر الإمكان يحاول يضبط لسانه لا ينطق إلا بخير يراعي الله سبحانه وتعالى في كل ألفاظه يعلم علم اليقين أن الكلمة التي تخرج منه قد تكون سببا في هلاكه وقد تكون سببا في نجاته نحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان نعود ألسنتنا على ذكر الله سبحانه وتعالى نجعل لأنفسنا ارتباطا يوميا بالقرآن الكريم عن طريق ورد يومي للقرآن الكريم لا نسمح لأي أحد مهما كان أن يخوض في أعراض الناس في حضورنا إذا كان في مجلس في غيبة أو نميمة بقدر الإمكان نحاول أن نصلح هذا المجلس وننهى الناس عن هذه القبائح بقدر الإمكان لا نقم من أي مجلس أو لا نجلس أي مجلس إلا ونذكر الله سبحانه وتعالى لأن في الحديث الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا إن أي مجلس هنجلسه ولا نذكر الله سبحانه وتعالى فيه إلا وكان حسرة وندامة علينا يوم القيامة وكان سيدنا النبي لما كان يريد أن يقوم من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فالصحابة سألوا النبي لماذا تقول هذا الكلام قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس فاحفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك احفظ لسانك من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى تكون في كنف الله ورعايته وحفظه وأمنه فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام الأستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف كما نشكر أيضا فضيلة الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف تشاهدين أنتهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي ولكن تذكر دائما أن الكلمة نور وبعض الكلمات قبور فكن دائما صاحب كلمة طيبة كلمة تحمل كل معاني الخير ولا تضر النفس ولا تضر الأخبارين حفظ الله مصر دائما بكل خير ودائما نلتقي على كل خير في ملتقى الفكر الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته